بعد تصنيف المؤسسة العسكرية لبعض قادة أحزاب المولاة في خانة العصابة بداية الحراك وما عقبها من حملة المتباعة القضائية التي انجر عنها حبس العديد بسبب قضايا فساد ومباشرة إجراءة رفع الحصان عن آخرين لتمكين العدالة من فتح ملفاتهم ظهرت قراءات تفيد بوجود إرادة لتحييد محيط الرئيس المخلوع من المساهمة في بلورة المرحاة المقبلة هذه القراءات تعززت أكثر بعد خطاب رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح الأخير والذي منح صلاحية اختيار أطراف الحوار والمشاركين فيه للشخصية الوطنية المشرفة على إدارة الحوار وهو ما يجعل ترجمة هذه الإرادة مرهون بهوية الشخصيات التي إن أحسن اختيارها وتوفر فيها الولاء للوطن ولمطالب الحراك الرافذ لإشراك كل من ثبت دعمه لعدة الخامسة أو تورطه في الفساد والتزوير الانتخابي فإنها بالضرورة ستمنع أحزاب المولات من المشاركة في الحوار بهدف حفظه من تكرار سيناريو المشاورات التي أطلقت سنة 2011 والتي تم تميعها وأفرغت من محتوها بفعل هذه الأحزاب التي تلعب حاليا على وطر التثمين لكل ما يصدر عن السلطة والمؤسسة العسكرية حتى ضد قيادتها بغرض التموقع من جديد ما يضع المجتمع المدني بأحزابه ونقاباته وشخصياته الوطنية أمام مهمة تاريخية تتمثل في التوافق حول شخصيات تترجم مطالب الحراك على طاولة الحوار وتراعي هواجسه بالحرص على مختلف معايير المزداقية خاصة وأن بعض هذه الشخصيات كانت قد تجاوبت مع الحراك الشعبي بعدما نادى بها عبر مختلف ربوع الوطن وعلنت استعدادها للمساهمة في الحل رهان ظهر في أولى تعليقات أحزاب المعارضة على خطاب رئيس الدولة من خلال إثارة مسألة غياب آلية اختيار هذه الشخصيات والتي يبدو أنها ستكون حاضرة بقوة في منتدى الحوار